بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري لم يبقى بيننا وبين شهر رمضان إلا أيام معدودات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لصيامه وقيام ليله إن شاء الله تعالى كما يقول علماؤنا الأعلام للرفعة بين الناس وسعة الأرزاق والفتوحات في كل شيء وقضاء الحاجات بأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك باب الصحة الرزق العافية باب ما تريد في قلبك من أمنيات تتحقق وكذلك قضاء الحاجات ماذا عليك أن تفعل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء تقول إن هذا أو إن هذا لرزقنا ما له من نفاد سبعين مرة ثم تقول إن فتحنا لك فتحا مبينة سبعين مرة ثم تقول ورفعناه مكانا عليا سبعين مرة ثم سل حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا بإذن الله تعالى هذه الأذكار والأوراد هي فيها الأسرار وفيها كذلك قضاء جميع الحاجات وهي التي تغنيك عن التوسلات بالناس بل إنك فقط تقف بباب الله عز وجل فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله أراه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام